احنا زي ما احنا زي ما انتم تبعتونا على مدار السنة اللي فاتت من خلال برنامج الترند هدفنا معروف جدا هو الدفاع بشكل قوي جدا عن حقوق النادي الاهلي طالما الاهلي عنده حق في اي ملفة او اي جزئية او اي قضية او اي شيء يعني هتلقونا اول الناس اللي بندافع القناة طبعا بشكل عام احنا من ضمن البرامج بما اننا اسمنا الترند فاي حاجة بتطلع ترند بنتكلم عنها لو ترند سلبي بنحاوله ترند ايجابي وبنقول بكل الحقائق وكل الامور الموثقة يعني في الحياة فحنفضل زي ما احنا كده هدفنا ان احنا نكون ناس من جمهور النادي الاهلي احنا منكم بنحاول دايما ان احنا نتكلم بصوتكم نتكلم بلسانكم بننقل نبضكم بشكل كامل من خلال الشاشة بتاعتكم من شاشة قناة النادي الاهلي وحنفضل كده وحيفضل هدفنا زي ما انتم عارفين هو مصلحة كيان النادي الاهلي هذه المؤسسة الكبيرة اللي لها جماهيرية عظيمة جدا جدا مش بس في مصر لا في كل الدول العربية وايضا في العالم كله يعني فده امر لازم تبقوا متأكدين منه اللي حتكلم عن الاهلي احنا مش في خناقة او احنا مش بننتصايد للناس الاخطاء يعني اللي حتكلم عن الاهلي بشكل فيه تقليل من قيمة كبيرة زي قيمة واسم النادي الاهلي لا حنرد عليه هنا حنهجمه هنا طبعا كله في اطار الاحترام اللي حضرتكم ايضا تعودته عليه من خلالنا وحنجيب حق الاهلي من هنا والاهلي كده كده بياخد حقوقه بالشكل القانوني كده كنادي يعني فده امور كلها مفروغة منها ومسلم بها تماما يعني فده امر مهم كمان اتكلمنا عن حاجات كتير جدا السنة اللي فاتت واخبار كتير كتير بتطلع على الاهلي فلان حيمشي فلان حيقعد امور تتعلق بجانب ادارية باي شيء بيتعلق بالنادي الاهلي كنا بنقول لحراركم الحقيقة دايما هنا لان برضو قناة النادي هي لسان النادي وهي منبر اعلامي رسمي للنادي الاهلي فاي حاجة هتتقل هنا لازم هيكون امر مؤكد وبشكل رسمي وده اللي برضو حضراتكم متعودين عليها من خلال شاشة القانوني النادي الاهلي بشكل عام مش بس برنامج التريند فهي سكة احنا هنفضل ماشيين فيها سكة هيبقى هدفنا من خلالها دايما ارضاء حضرتك كمشجع اهلاوي وارضاء كل جماهير الكرة المصرية بشكل عام لان القانوني الاهلي لها جماهير مختلف انتماءتها من اختلف انتماءات الجماهير دي فيه ناس بتحب قناة الاهلي تتفرج عليها علشان هدفنا الاساسي هو المهنية وهدفنا الاساسي دايما رصد كل كبيرة وصغيرة بتتعلق بالكرة المصرية كمان وبالتحديد فيما تتعلق بالنادي الاهلي فبرضو ده او دي من الامور المهمة جدا بالنسبة لنا